تسأل وتقول لكن سامحوني الكتابة ليست واضحة هل يجوز لسيدة ترضع أن ترضع أخاها بعدما ماتت أمها لا مانح البنت تزوجت في حياة أمها وأنجبت وهي ترضع وأمها أيضا حملت وأنجبت وتركت رضيعا فهل يمكن للأخت أن ترضع أخاها ما المانع لا شيء في الأمر على الإطلاق إن كان السؤال كما فهمت والله تعالى أعلى وأعلم سؤال آخر ماذا يفعل من غش في الامتحانات بها دي جريمة والله قضية الغش في الامتحانات دي جريمها وللأسف الشديد ربما تتم من قبل المعلمين والمعلمات ربما إدارة المدرسة لرفع نسبة النجاح حتى لا تتهم إدارة المدرسة بالفشل وأنه لم ينجح أحد لأنه في بعض المعلمين بيقولون لي والله بعض الطلبة في الصف الخامس والسادس يعجزون عن كتابة أسمائهم ويطلع ناجح بمعدل سبعين وثمانين في المية طب من أين يعني دي في الحقيقة يعني أحبتي بتفقد ثقة ثقت الناس في الشهادات الممنوحة ثقة الخارج في شهادات بعض المصريين الذين يجهلون أبسط قواعد اللغة أو الحساب أو العلوم التي تخصصوا بها في نفس الوقت هؤلاء الذين ينجحون بالغش هم مصدر إفساد وليس إصلاح إن تولوا وظائف أو مسؤوليات وظيفية في المستقبل كانوا عنصر فساد وإفساد ودمار أتمنى بدل أن نكرس الوقت للترجيش والتنجيح أن نكرس الوقت للتعليم وأن تكون هناك وقفة حقيقية وإرادة مع إدارة للأخذ بزمام الأولاد إلى المدارس بدل أن تتحول المدارس لمدن أشباح وهي تحوي كافة الوسائل التعليمية والاستفف التعليمي والإداري والإشرافي والتوديهي ثم يتسرب الأولاد من المدارس إما لوظائف وورش إلى غير ذلك أو لأوكار وخنادق للدروس الخصوصية طيب ما الذي يفعله هؤلاء المعلمون الذين يتقاضون رواتب فالمسألة في الحقيقة تحتاج إلى وقفة جادة وأتمنى ذلك أمران مهمان لابد من التركيز عليهم التعليم والصحة التعليم ثم التعليم ثم التعليم ثم الصحة لو ركزنا على هذين الجانبين لن صلحت أحوالنا إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر